بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أبناء طلاب الصف الثامن أسعد الله أوقاتكم نلتقي في درس جديد من دروس التربية الإسلامية ألا وهو فضل العلم والعمل به الرجاء أن تفتح كتابك على الصفحة السادسة والستين المقدمة جعل الإسلام للعلم والعمل به مكانة عظيمة سواء أكان علما دينيا أم علما دنيويا نافعا يأتي السؤال وضح للعلم والعمل به ركز إلى كلمة به انظر هنا للعلم والعمل به إذا كان العلم بدون عمل فلا فائدة منه مكانة عظيمة سواء علم ديني أم دنيوي نافع علل فسر وضح لماذا؟ قال العلماء الدين لأن هذا سببا في تقديم الخير للمجتمع والبشرية جمع طيب بني يخطر سؤال هل هناك أو هل هناك علوم دنيوية غير نافعة؟ نعم مثل علم السحر وعلم التنجيم والعرافة وكل علم يدعي صاحبهم عرفة الغيب هذا من العلوم الدنيوية غير نافعة بل من العلوم المحرمة علل وضح قال لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بعد هذه المقدمة نشرع في شرح الدرس العنوان الأول مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم وضح مظاهر اهتمام الإسلام بالعلم واحد أول آية مزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق أي حث على القراءة حث على العلم والتعلم وجعل أيضا القرآن سورة باسم أداء من أدوات العلم وهي سورة القلم نون والقلم وما يصرون فهذا يدل على أن الإسلام يهتم بالعلم ويحث عليه والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا النقطة الثانية جعل الإسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ولفظ مسلم هنا يشمل الذكور والإناث ليس مقتصرا على الذكور فقط طيب وضح كيف يمكن تحصيل العلم النافع سواء للذكور أو الإناث قال العلماء وقال المفسرون من خلال القراءة الواعية والبحث العلمي المبني على أصول وقواعد صحيحة فليس كل من قرأ كتابا لوحده أصبح عالما بل هناك أصول وقواعد صحيحة للعلم من تتبعها أصبح محصلا للعلم النافع أيضا النقطة الثالثة ديننا الحنيف الإسلام حث على التفكر والتدبر حث على التفكر والتدبر في الكون وما فيه من مخلوقات قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يفهمون يوقنون إذن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون آيات لا نصل إليها إلا من خلال العلم والتفكر والتدبر هذه أيضا من اهتمام الإسلام بالعلم طب يأتي سؤال هنا حث الإسلام على التفكر والتدبر في الكون وما فيه من مخلوقات لماذا؟ أو علل قال لأنه طريق موصل إلى التوحيد قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأيضا عمارة الأرض وفق المنهج الربان الحكيم الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا أراد منا أن نعمر هذه الأرض لكن هذه العمارة يجب أن تكون وفق المنهج الرباني الحكيم النقطة الرابعة حث الإسلام على تعلم العلوم الدينية والدنيوية النافعة العلوم التجريبية طيب العلوم التجريبية يعني أن العلم الدنيوي يقوم على التجربة فهذه التجربة معرضة للنجاح ومعرضة للخطأ بينما العلوم الدينية هي علوم يقينية لا مجال الخطأ فيها ولا مجال للتجربة لأن مصدرها هو الله عز وجل إذن العلم الديني لا يخضع للتجربة والعلم الدنيوي يخضع للتجربة طيب حث الإسلام على تعلم العلوم الدينية والدنيوية علل لأنه سبب في تقديم الخير للمجتمع والبشرية جمعاء با رتب على ذلك الأجر والثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية وعلم ينتفع به من حطة الثخطوط على الكتاب تحت علم ينتفع به وولد صالح يدعو له فكثير من العلماء ماتوا لكن كتبهم ما زالت موجودة ويأتيهم الأجر والثواب بفضل هذا العلم أيضا رفع الإسلام مكانة العلم والعلماء قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك الإسلام جعل لطلبة العلم أجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة إذن أنت اليوم جلوسك أمام التلفاز وجلوسك التعلم عن بعد تبتغي مرضات الله هذا طريق من طرق الجنة من طرق الوصول إلى العلم والله سبحانه وتعالى إن كنت تبتغي في ذلك أن تنفع الإسلام والمسلمين وأن تنفع البشرية جمعاء جعله الله سبحانه وتعالى طريقا لك إلى الجنة وسهله الله عليك بني قبل أن ننتقل إلى محاربة الإسلام لخرافة والأساطير تدبر معي هذه الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الآية معناها أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء وذلك للطلاعهم وتدبرهم في هذا الكون وما فيه من آيات دالة على وجود الإله الأوحد طبعا إنما أعريبها هنا هذه الآية للتوضيح إنما كافة ومكفوفة يخشى فعل مضارع الله نفض الجلال مفعول به منصوب قدما للأهمية من حرف جر وعباده اسم مجرور والعلماء فاعل مرفوع فيكون أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تعالى أنتقل إلى محاربة الإسلام للخرافة واضح كيف حارب الإسلام الخرافة أولا اعتبر الإسلام العلم الطريق الرئيس للوصول للحق هذه أول نقطة لمحاربة الخرافة والأوهام والأساطير اثنين جعل الإسلام العلم طريق من الطرق إلى توحيد الله عز وجل بالإضافة إلى دعوة الأنبياء إذن الإسلام طريق من طرق معرفة الله عز وجل قال الله تعالى في الكتاب العزيز فاعلم أنه لا إله إلا الله وانظر هنا إلى كلمة فاعلم فاعلم إذن العلم أحد الطرق أيضا عاب الله سبحانه وتعالى على المقلدين لآبائهم في عبادتهم دون علم وبينة الأصل إذا تقلد عن علم وبينة أما التقليد الأعمى هذا ما ألفين عليه آباءنا طب افرض أنه أبوك كان ضال أو جدك كان ضال هل تبقى في الضلال الأصل التقليد عن علم وبينة قال الله تعالى وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وَقُلْنَا الْمُتْرَفُونِ هُمْ الْأَغْنِيَاءِ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةَ على هذا الحال وإنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُكْتَدُونِي أي لن نتبعك بل سوف نبقى على ضلالنا وهذا ما لا يريده الله عز وجل طيب وضح كيف حارب الإسلام الخرافات والأوهام والأساطير التي تسيطر على العقول خير يدعي علم الغيب وبعمل حاله ساحر وبعمل حاله بفهم وهذا الإسلام منه بريء بل هذا البشرية العاقلة منه بريء أولا ديننا الحنيف نهى عن الإسلام نهى الإسلام عن التنجيم والعرافة علل وضح لأن صاحبها يدعي علم الغيب بهذه النقاط وبهذا الدرس نقول قد وصلنا إلى فضل العلم والعمل به إذا كان هناك أي سؤال عند الدرس إن شاء الله بإذن الله على المجموعة سوف نتناقش ونجيب عن جميع استفساراتكم ألتقي بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته